هذه مقدمات تكون بين يدي البحث حدثتكم عن الفتنة الشيعية ومثلما هناك فتنة شيعية محتدمة في داخل الواقع الشيعي هناك أمرهم الذي هو أبينوا من الشمس في رائعة النهار فهناك الفتنة وهناك الأمر البين هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية هناك الخبرة وهناك الإختصاص المقدمة الثالثة لا بد من وجود ضوابط هذه المقدمات تصنع الجو الذي سيدور فيه الكلام أهم نقطة دار الحديث حولها وهي النقطة المهمة عند الباطنيين والغلات الأبواب فهؤلاء الغلات رؤساء هذه الفرق الضالة يريدون أن يجعلوا لأنفسهم شأنا مقاما السؤال هنا هل كان للأئمة أبواب؟ الجواب نعم الجواب نعم نجوم الرياضة عندهم أبواب المغنيات عندهن أبواب المغنية سين مدير أعمالها فلان المغنية صاد مدير أعمالها كذا وكذا رجال الأعمال السياسيون الكبار مراجع الدين كل الأشخاص المهمين في العالم أكانوا صالحين أم كانوا طالحين عندهم أبواب قد يعبر عنه مدير أعماله قد يعبر عنه المساعد الأول قد يعبر عنه بالسكرتير بالسكرتير الأقدم إلى 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 قائمة طويلة من العناوين والأسماء الأشخاص المهمون كلهم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل عندهم أبواب أئمتنا أيضا عندهم أبواب في بعض الأحيان يكونون من الهاشميين من أقربائهم من أسرهم وفي بعض الأحيان يكونون من شيعتهم وأتباعهم لكن لا خصوصية لهم حينما أقول لا خصوصية لهم لا أنفي كرامتهم ولا أنفي منزلتهم ولا أنفي قربهم من الأئمة مراد لا خصوصية لهم هم ليسوا جزءا من المنظومة العقائدية المقدسة السؤال الأئمة عندهم أبواب نعم عندهم أبواب أبواب الأئمة خواصهم وهذا شيء موجود عند كل الشخصيات المهمة في زمان الأئمة وقبل زمان الأئمة وفي زماننا اليوم أما أن نجعل لهؤلاء الأبواب خصوصية يكونون بسببها جزءا من المنظومة العقائدية المقدسة فهذا كلام الغلات وكلام الباطنيين يريدون أن يجعلوا لأنفسهم منزلة وتبدأ المشكلة من أنهم يحسدون الأئمة يحسدون الأئمة فيريدون أن يجعلوا لأنفسهم منزلة أبو الخطاب مشكلته بدأت من هنا حسدون الأئمة وهكذا كل الغلات إنه حسد للأئمة أو حسد لأبنائهم المقربين منهم أو حسد لبعض أوليائهم من الشيعة الإمام يقدم شخصا على هذا وهذا يريد أن يكون الأقدم يقتله الحسد وشيئا فشيئا يدعي ما يدعي وبعد ذلك ينشئ دينا وعقيدة وهكذا نشأت الفرق الباطنية وهكذا تأسست الفرق المغالية وبعد ذلك يبدأون بوضع الأكاذيب والإفتراءات وشيئا فشيئا حتى تكون الأحاديث وتكون الكتب وتكون الرسائل وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع أعتقد أن الصورة صارت واضحة السؤال الأئمة عندهم أبواب نعم الأئمة عندهم أبواب من هم خواص أصحابه قد يكونون من الهاشميين قد يكونون من أبنائهم قد يكونون من أخوانهم من أسرهم وقد يكونون من شيعتهم وأوليائهم لكن لا خصوصية له لا خصوصية لهم ليسوا جزءا من المنظومة العقائدية الإلهية المقدسة نحن لا نعتقد بأبواب إلا بمحمد وآل محمد الأبواب فقط محمد وأهل محمد ولا توجد أبواب أخرى إنني أتحدث عن الأبواب الإلهية العقائدية المقدسة الأبواب هم الأئمة الأربعة عشر وانتهينا هذا هو دين العطرة وهذا هو منطق القرآن وغير ذلك فإن الكلام هراء في سورة البقرة في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج موطن الحاجة هنا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الآية صريحة تأمرنا أن نتوجه إلى الأبواب وأتوا البيوت من أبوابها نحن بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير وأن نأخذ الفقه وأن نأخذ الدين وأن نأخذ الفهم من علي فقط وفقط وحين أقول من علي من علي وآل علي إنني أتحدث هنا عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله علي نهج البلاغة إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان الخطبة الرابعة والخمسون بعد المئة في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا يحدثنا عن محمد وآل محمد إنه يحدثنا عن العترة الطاهرة فماذا يقول نحن الشعار والأصحاب حتى هذا العنوان هو لهم في الأصالة لغيرهم يكون متفرعا نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب سؤال عن هذا الحديث وسأعود إلى هذا الحديث من الأسئلة التي جاءت في الرسالة عن الحديث الذي رواه جابر الجعفي عن إمامنا السجاد إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار سأعود إلى الحديث ولكن أردت أن ألفت نظر السائلين إلى هذه المسألة يا جابر أو تدري ما المعرفة المعرفة إثبات التوحيد أولا ثم معرفة المعاني ثانيا ثم معرفة الأبواب ثالثا ثم معرفة الأنام رابعة ثم معرفة الأركان خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا هذه عناوينهم عناوين العترة الطاهرة بأجمعها كل عنوان ينظر إلى حيثية من الحيثيات هذه مقاماتهم كما يقول أمير المؤمنين هنا نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب الأبواب هم ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقة هذا هو كلام حديثه حديثهم يشرح نفسه بنفسه نحن الشعار والأصحاب هؤلاء هم النجباء وهم النقباء وهم الأنام وهم الأركان وهم 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 نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقة هذا هو قرآنهم يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها لأنكم ستكونون لصوصا سراقا ولكن البر من اتقى وماذا بعد وأتوا البيوت من أبوابها ونحن الأبواب إنهم محمد وآل محمد هذا قرآنهم وهذا عليهم تفسير العياشي هذا هو الجزء الأول جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة بعد المئة إنه الحديث الحادي عشر بعد المئتين عن سعد إنه سعد ابن طريف من أصحاب باقر العلوم صلوات الله عليه عن سعد عن أبي جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال سألته عن هذه الآية ليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتق وقت البيوت من أبوابها فقال آل محمد آل محمد أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا يوجد غيره أئمتنا عندهم أبواب نعم عندهم أبواب ولكن لا علاقة لهم بالمنظومة العقائدية الإلهية المقدسة هذه منظومة خاصة بمحمد وآل محمد وهي راجعة إلى الله ديننا تلخصه هذه العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد الله محمد آل محمد والعلاقة فيما بينهم نحن لا ندركها نحن عبيدهم ديننا تلخصه هذه العبارة هذا هو ديننا هؤلاء هم الأبواب هؤلاء هم الخزان هؤلاء هم الأصحاب هؤلاء هم النجباء هؤلاء هم النقباء هؤلاء 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 ولا يوجد غيره عندهم أبواب نعم عندهم أبواب ولكن لا خصوصية له هؤلاء الغلات والباطنيون كذابون كذابون وضعوا ما وضعوا من أكاذيبهم في مسألة البابية والأبواب هذا القرآن واضح وهذه كلماتهم وأحاديثهم الشريفة وتلاحظون من أنني قرأت آية محكمة وهذا كلامهم محكم الأحاديث فيها محكم ومتشابه هم يذهبون للبحث في الأحاديث المتشابهة والتشابه حدث فيها بسبب الخلل البشري من جهة نقلها أو نسخها هذا موضوع سأأتي عليه فسعد يسأل الإمام الباقر عن الآية ليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتق وأت البيوت من أبوابها ماذا قال إمامنا الباقر آل محمد آل محمد آل محمد أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة نحن بابيون نعم نحن بابيون وإلى النخاع لكن أبوابنا فقط محمد وآل محمد إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر بابيون نحن أبوابنا محمد وآل محمد فقط ولا يوجد باب فيما بيننا وبين الله إلاهم وماذا نقرأ في كتاب الإحتجاج للطبرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد من القطع الكبير وهذا المجلد يشتمل على الجزئين في الصفحة السابعة والعشرين بعد المائتين عن الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأصبغ ابن نباتة يقول كنت جالسا عند أمير المؤمنين فجاء ابن الكوة ابن الكوة هذا ممن يثير الإشكالات وممن يحاول أن يحرج أمير المؤمنين بأسئلته هكذا هو يتصور كنت جالسا عند أمير المؤمنين الأصبغ يقول فجاء ابن الكوة فقال يا أمير المؤمنين من البيوت في قول الله عز وجل وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتو البيوت من أبوابها قال أمير المؤمنين نحن البيوت نحن البيوت التي أمر الله بها أن تأتا من أبوابها حتى لا يقول قائل من أن الأبواب غير البيوت أمير المؤمنين مستمر نحن باب الله وبيوته هم 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 البيوت وهم الأبواب نحن البيوت التي أمر الله بها أن تأتا من أبوابها نحن باب الله وبيوته التي يؤتا من فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها من تابعنا ولم يتابع مجموعة من الشيعة أولئك الغلاث ألا لعنة الله عليهم فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها لصوص سراق الدين هنا الدين هنا الدين في بيوت الله الدين عند أبواب الله بيوت الله أبواب الله محمد وآل محمد فقط هذا قرآنهم وهذه أحاديثهم هذه الحقائق ترغم الآناف ترغم الآناف الحقائق واضحة واضحة جلية نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها نحن باب الله وبيوته التي يؤتى من فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها وحينئذ يسمى سارقة مثل ما قرأت عليكم من نهج البلاغة الشريف قبل قليل نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر